السلام عليكم يا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه على وحوش شاومي الجديدة سلسلة الريدمي نوت 11 وايه وايه فعلا ما فاتش كتير على الريدمي نوت 10 وشاومي دلوقتي بتجهز للسلسلة الجديدة الريدمي نوت 11 النهاردة نتكلم على الوحش الصغير النوت 11 واول ظهور ومواصفات وتسريبات قوية جدا وهي بشكل كبير كرة رسمية وقريب جدا هأكد ليكم طبعا الكلام ده فبقى لنا شوية كده مسريحين لكن الفترة الجاية هيبقى فيه طفان من الموبايلات نازلة في مصر وفي الوطن العربي وفي الخارج الموبايل النازل النهاردة ده هينزل في الخارج الاول لكن طبعا الفترة الجاية بقى فيه في الفئة المتوسطة العليا مبايلات كتير جاية هنقولها بعدين لكن خلينا النهاردة في النوت 11 وحش شاومي الجديد اللي هنزل بتسعير مميز جدا كعادة شاومي وكمان مواصفات قوية جدا هنتعرف عليه فشاومي السنة دي برضو كعادة كل السنة عاملة خلطة كده مميزة وبتعمل بأسعار كويسة فالنوت 11 نزل بنسخ كتير قوي نسخة ستة مع مية تمانية وعشرين وتمانية مع مية تمانية وعشرين ولسه مش متأكدين هيبقى فيه اربعة مع مية تمانية وعشرين ولا لأ وتمنى انها بتتنزلش خلينا في الستة مع مية تمانية وعشرين واللي نزل بسعر خرافي جدا مية ستة وتمانين دولار وده ما يعادل كده بالمصري تلات تلاف جنيه بتلات تلاف جنيه هتاخد مواصفات قوية جدا في الموبايل ده وخلطة قوية هنقولها طبعا دلوقتي اول حاجة جسم الموبايل او شكل خارجي للموبايل لسه ما فيش كلام كتير اوى عليه لكن بشكل كبير اوى هيكون رايح للشكل اللي نزل فيه البوكو اكس ري جي تي فبنسبة كبيرة ديزان هيكون رايح برضو لنفس الكلام ده لكن التطوير الاكبر بقى هنا هيبقى في المعالج المعالج اللي نزل في النوت 11 هيبقى الدايمون سيتي تمنمية وعشرة وده بروسر جديد من شركة ميديا تيك بروسر كوى جدا هيشغل معك كل الجيمز وكل الالعاب التقيلة فادع كويس جدا والنوت 11 هينزل بشاشة من اي بي اس ال سي دي بجودة فول اتش دي بلاس ومعدل تحديس 120 هرتز 120 هرتز فئة 3000 جنيه ده مميز جدا اكيد اما بقى بالنسبة الكاميرات اللي هتنزل في النوت 11 فهتبقى الكاميرا الخلفية اللي هي 50 ميجا بيكسل اللي منتشرة كتير شفناها في الريدمي تن وشفناها برضو في حاجات تانية زي الانفينيكس هوت 11 اس اللي هينزل فيما بعد وموبايلات برضو هتبقى كتير نزلة في الفئة دي بالكاميرا 50 ميجا بيكسل كاميرا اداءها كويس جدا مع كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل وبرضه اداءة لحد ما كويس اما بالنسبة البطارية في النوت 11 فهتكون نازلة بقوة 5000 ميلي امبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 33 واط هتشحن البطارية بالكامل فعلي من ساعة تقريبا فوقت زمن القياسي جدا في الفقه السعرية برضو القليلية دي مميز جدا فدي تقريبا كده اهم المواصفات اللي هينزل بيها النوت 11 اللي هيبقى وحش في الفقه الاقتصادية فقهة 3000 جنيه اكيد مميز وينزل كمان بنسخ خطير قلنا ستة مع مية تمانية وعشرين مية ستة وتمانين دولار وتمانية جيجا رام مع مية تمانية وعشرين وتبقى تقريبا كده في حدود 3700 جنيه ميتين خمسة واربين دولار وبرضه لحد ما الاسعار مميزة على المواصفات اللي نازل فيها الموبايل كل الكلام ده هنأكد عليك ان انا بقولك ان سلسلة النوت 11 نزلة السنة دي قوية جدا لكن برضو هتبقى في علامات استفهام حوالين البروسير او المعالج اللي جاي في الموبايلات دي الموبايل جاي بروسير كوي جدا تمنمية وعشر ده بروسير كوي جدا لكن لسه المعالجات دي برضو مفيش تجربة مطولة معها عشان نقدر نحكم عليها بعد فترة كبيرة فده كان النوت 11 وطبعا مع بقى الحباشتكنات وشوية الحاجات اللي جاية معها الصوت استيريو برضو اتشوية الحرقات بقى بتاعة تشاومي دي اللي بتجيبها في الفئات بتاعتها فالنوت 11 قوي جدا وماس جدا وده كان اول مواصفات للنوت 11 نزلة معنا حبيت اواقبكم كده بكل جديد واستنى فيديو النوت 11 برو العملاق الاقوى بقى اللي اعلى من السعر لكن اقوى كتير في المواصفات ما تنساش بقى كالعادة تعمل لايك للفيديو ولو مش مش مشترك في القناة ام سبسكير ام باشتراك في القناة فعلى جراج او صلى بكل جديد وبشكر كل الناس اللي بتكتب كومنتات جميلة بشكركم جدا الناس كتير قوي هسكركم بعد كده واحد واحد والناس اللي بتعمل شير وعلى طول الناس اللي دعم القناة ودعم المحتوى بتاعنا باللايك فانتو على رأسنا والله ما تنساش كالعادة تعمل بقى كل الكلام ده واشوفكم ده معنا الخير فرعاية الله